استأنف البرلمان الحالي جلساته واستصراعات معتادة حول عدة ملفات مطروحة على طاولة النقاش أبرزها قانون الانتخابات ورغم أن اللجنة القانونية أقرت نظام الدوار الانتخابية المتعددة في قانون الانتخابات فإن الخلاف بشأن المادة الخامسة عشرة من القانون لا يزال مستمرا بين الكتل السياسية حيث تنص المادة على اعتماد الدوار الانتخابية المتعددة في كل محافظة بدل الدائرة الواحدة وهي مادة تلقى دعما من بعض القوى والأحزاب لكن كتل سياسية أخرى لا تزال تفضل نظام الدائرة الانتخابية الواحدة لكل محافظة ووسط هذه الخلافات يستبعد مراقبون إمكانية تمرير قانون الانتخابات الجديد قريبا بسبب سعي قوى سياسية للبقاء في الواجهة والهيملة على القرار السياسي لا تقتصر الخلافات السياسية على قانون الانتخابات بل تمتد لتشمل ملفا آخر على علاقة بالانتخابات أيضا وهو حل المشكلة القانونية المتعلقة بالمحكمة الاتحادية وإيجاد مخرج قانوني لتعويض أحد أعضائها بعد إحالته للتقاعد لأسباب صحية خاصة وأن عدم حل المشكلة القانونية للمحكمة يمثل عقابة أمام إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في السادس من حزيران المقبل لأن المحكمة لا تستطيع عقد جلساتها إلا بالنصاب كامل وفشلت القوى السياسية خلال دورات برلمانية سابقة في تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية بسبب الصراعات على آلية ترشيح أحد أعضاء المحكمة وطريقة التصويت حيث تلعب المحكمة دورا محوريا في الانتخابات فهي التي تصدق على نتائجها وهي التي تفصل في القضايا التي يتنازع فيها دستوريا صراعات مزمنة وسباق بين القوى السياسية للحفاظ على مصالحها ونفوذها عبر عملية سياسية أزكمت رائحة فسادها الأنوف ورغم ذلك تواصل عصفها المنفردة والنشاز بعيدا عن تطلعات الشارع الذي حسم أمره للتخلص من نظام المحاصصة الطائفية الفاسد بكل شخصه ومؤسساته اشتركوا في القناة